يعني هو كما كان متوقعا قبل بداية الجلسة شاهدنا افتتاحية حمراء على كل مؤشرات السوق وصلت إلى أكثر من 2% على مؤشر EGX30 صحيح أنه أقل من التراجعات التي شهدتها الأسواق الخليجية الأخرى ولكن بالإضافة إلى ذلك السوق بدأت تتماسك نسبيا مع مرور الجلسة حتى أننا الآن على تراجعات تصل إلى حوالي 1.5% لمؤشر السوق الرئيس EGX30 وأيضا لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 على الرغم من استمرار المخاوف لدى المستثمرين بشأن المتحول الجديد لفيروس كورونا وأيضا التراجعات الحادة التي شهدتها الأسواق العالمية خلال جلسة تداولات الجمعة الماضية يعني إذا نظرنا إلى الأسهم القيادية تتعرض معظمها لضغوط منذ بداية الجلسة أسهم البنوك بقيادة البنك التجاري الدولي أيضا أسهم القطاع العقاري بقيادة طلعة مصطفى وبالمهيلز كله على تراجعات متبينة ما بين 3 إلى 5% باستثناء سهم سودك المرتفع الوحيد بين أسهم القطاع العقاري بسبب صفقة الاستحواذ المزمع على سهم سودك حتى سهم إيفاينانس أحدث المنضمين إلى البورصة المصرية لم ينجو هو الآخر من التراجعات يعني هذا السهم تراجع خلال الفترة الماضية من مستويات 25 جنيه بعد الترح إلى الآن عند مستويات 18 جنيه للسهم الواحد والجميع يرى أن المشكلة الرئيسية نتحدث مع عدد من المنوك الاستثمار حول مدى التأثير المرتقب خلال هذه الجلسة والجلسات القادمة بسبب متحور كورونا وكنت حسنك أيضا ليسين عن المعنويات في السوق بشأن المتحور الجديد يعني البورصة المصرية بالفعل عانت خلال الفترة الماضية من تراجعات حد لعدة أمور داخلية وبالتالي هي مسألة المتحور الجديد ومخاوف المستثمرين هي فقط إضافة على كل ما تعني البورصة من أسباب وعوامل داخلية أثرت على داءة خلال الفترة الماضية ولكن كنت أريد أن أقول أن بنوك الاستثمار ترى أن المشكلة الأهمة الآن هي عدم وضوح الرؤية بشأن المتحور الجديد هذا هو ما يخيف المستثمرين هل ربما نجد إغلاقات أخرى للاقتصادات سواء جزئية أو كلية هل سنرى توقف لحركة الإمدادات تأثير مباشر على أداء الاقتصادات كل هذه الأمور يأخذها المستثمر في الحسبان إذا كان المستثمرون قد تعرضوا لخسائر قوية في الجمعة الماضية فربما تكون عمليات البيع التي نشهدها في الأسواق الخليجية والعربية والمصرية هي جزء أو محاولة لتعويض بعض الخسائر التي تكبدوها في الأسواق العالمية خلال تدولات الجمعة الماضية ابقى معي ياسين دعنا نأخذ أيضا صورة من الكويت مع الزميل خالد كبي خالد طبعا سوق الكويت ملكشف على العديد من المؤشرات كيف تبدو الحركة على الأسهم القيادية؟ هل تتعرض لضغوط؟ هل هناك مع عمليات شرائية في أسهم دفاعية ثانية؟ باختصار حفيظة أربع مليارات دولار تبخرت من أولى جلسات تداول بورسة الكويت لهذا الأسبوع طبعا هناك تخوف كبير في السوق ليس فقط من المتحول الجديد ومن أن تلجأ الحكومات إلى إغلاغ اقتصاداتها حول العالم وتأثر سلالات الإمداد التخوف الأكبر هو من انخفاض أسعار النفط التي شاهدناها يوم الجمعة هذا الانخفاض كما نعلم بأن الكويت دولة نفطية وتعتمد في موازنتها على 90% من إرادات النفط انخفاض النفط نوعا ما أثر على نفسية المستثمرين في تعاملات البورصة التي فقدت اليوم أربعة مليارات دولار تضاف إلى خسائر الأسبوع الماضي فنحن اليوم في الجلسة السادسة على التوالي من التراجعات لبورصة الكويت ولمؤشرها العام الخسائر في ست جلسات بلغت ستة مليارات وسبعمائة مليون دولار تعتبر خسائر كبيرة في هذه الفترة القصيرة اللافت اليوم بأن بورصة الكويت عند افتتاحها كان هناك فجوة سعرية تقارب الثلاثة في المئة لم تتخطى تراجعات بورصة الكويت اليوم هذه الفجوة السعرية على ما يبدو بأن هناك تماسك من قبل كافة القطاعات وكافة المؤشرات التي كان الأكثر تراجعا فيها هو قطاع الخدمات الاستهلاكية بسبب التخوف من حركة الإغلاق ولجوء الكويت إلى إغلاق معابرها والعالم كذلك من المتحور الجديد والذي قد يؤثر بدورها على سلالات الإمدادات حول العالم التراجعات اليوم يمكن أن نقول بأنها انقضت على أربعة مليارات دولار مع إغلاق جلسات التداول ليوم الأحد بقى معنا خالد أكيد سنتحول إلى المنامة مع زميل محمد الباز محمد كنا تحدثنا أننا كان هناك مع بداية الجلسة نوع من الخسائر وكنا ننتظر إلى أن تتضح الصورة كيف تبدو الأجواء الآن وأيضا ما دعني الأسم القيادية الخسائر تعمقت كما كان متوقعا بدأت الجلسة على تراجعات بأقل قليلا من 1% في المؤشر وانتهت التداولات في جلسة اليوم عند تراجعات على المؤشر بحوالي 2% التراجع كانت ضمن الحدود المنطقية معدلات السيولة أو كمية الأسهم المطروحة للتداول خلال هذا اليوم كانت أعلى قليلا من المتوسط العام لسيولة أو كميات الأسهم المتدولة خلال جلسات الأسبوع الماضي لكنها أيضا كانت ضمن الحدود المعتادة منذ بداية الشهر الأخير الضغوط كانت على الأسهم القطاع البنكي بالأساس قائمة الرابحين خالية تماما كل الأسهم التي جار عليها تداول اليوم أغلاقت على خسائر يتصدر الأسهم الخاسرة من القطاع البنكي ساهم جي فاتش بحوالي 5% أيضا الأهل المتحد بحوالي 5% والآخر هناك بنوك أخرى مثل مجموعة البركة المصرفية طالتها الخسائر وشركات في القطاع العقاري مثل عقارات السيف وأيضا هناك قطاع المواد الأساسية بقيادة أليمونيوم البحرين ألبا كان من ضمن أكثر الشركات التي سجلت أكثر الخسائر بنهاية جلسة اليوم كان من المتوقع أن يكون جلسة اليوم فيها نوع من الاحتفاء بتعديل التصنيف الاقتماني للبحرين الذي جرى مؤخرا من قبل وكالة ستاندرنبورز عندما منحت البحرين تصنيف الاقتماني بنظرة مستقبلية مستقرة بعدما كانت سلبية اعتمادا على أنها ستحظى وتحظى دائما بدعم من حلفائها الاستراتيجيين في المنطقة وأيضا بدعم من تحسن الإرادات الحكومية بداية من العام القادم مع تضاعف قيمة ضريبة القيمة المضافة لتمثل حوالي 3% من ناتج المحل الإجمالي بعدما كانت الحصيلة الضربية في حدود 1.7%